بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في هذا الفيديو اللي حنشرح فيه موضوع او نموذج لابد ان نفهمه كويس جدا عشان نقدر نفهم النموذج اللي احنا قدمناه في الفيديو الاول والتاني وهو نموذج البرشا كريدت موضل لابد ان انا عشان افهم واعرف استخدم البرسكال صح واعرف هو بيطلع ايه لابد ان انا افهم نموذج اسمه نموذج مقياس التقدير او الريتنج سكيل موضل هنقدم هذا النموذج لان هذا النموذج هو ايضا امتداد لنموذج راش يعني يعتبر من نفس عائلة نموذج راش زيه زي البرشا كريدت موضل فاحنا هنتكلم على الريتنج سكيل او نموذج الريتنج سكيل كاحد نماذج البرشا كريدت موضل او كاحد نماذج راش موضل وفي نفس الوقت حنقرنه بنموذج البرشا كريدت موضل او نموذج التقدير الجزئي عشان نقدر نفهم نتائجنا من خلال برنامج البرشا كريدت موضل برضو مش عاوز اقول لكم هذا الفيديو حصري على هذه القناة لان دي حقيقة ما فيش حد تتكلم فيه الريتنج سكيل موديل ولا شرحه ولا حاول يوضح الفرق بينه وبين البرشار كريديت موديل تعالوا مع بعض في هذا الفيديو ونشوف هنتكلم فيه ما تنساش معاكله استاذ الدكتور محمد حبش رحسين استاذ الاحصاء النفسي والقاس النفسي والتربوي كلية تربية جامعة اسكندرية دايما بقولك لو عجبك الفيديو عمله لايك تعرف حد يستفيد بعمله شير في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب على استصالك جميع فيديوهاتنا واوعى كمان تنسى تكتب تعليقاتك على اي حاجة قد اكون اخطأت فيها لان زي ما بقول دايما ودي حقيقة انا بتعلم من تعليقاتكم اكتر بكتير جدا من اللي بقدمه فيديوهاتي تعالوا مع بعض على بركة الله نشوف ايه هو نموذج مقياس التقدير او الريتنج اسكيل ايه هو نموذج مقياس التقدير تعالى نبدأ مع بعض ونفهم يعني ايه هذا النموذج اللي هو مقياس التقدير زي ما نقول ان هذا النموذج اللي قدمه اندريتش سنة 1978 هو بمثابة امتداد لنموذج راش وفي نفس الوقت هو حالة خاصة من نموذج التقدير الجزئي يعني نموذج مقياس التقدير هو انتداد لنموذج راش وهو في نفس الوقت حالة خاصة من نموذج التقدير الجزئي او البرشل كريديت مودل طيب عشان نفهم ازاي ان هو حالة خاصة وايه علاقته بنموذج راشت عم فكر حضراتكم بايه اللي احنا قلناه حول النموذج التقدير الجزئي نموذج التقدير الجزئي هو نموذج بيفترض ان معامل تمييز المفردة مقدار ثابت زي نموذج راش بالزبط تمام وبيفترض ان انا عندي مجموعة من المعاملات اللي سميناها المعاملات الصعوبة النسبية او معاملات الصعوبة لكل خطوة وهذه المعاملات الصعوبة النقطة اللي جاية بقى مهمة جدا يعني مختلفة من مفردة الى مفردة يعني نفترض ان انا عندي ثلاث مفردات بهذا الشكل دي مفردة واحد اتنين تلاتة كلهم مقضين ايه غير موافق بالشدة من الكياس ليكارت تمام طيب لاندي المفردة الاولينية الصعوبة النسبية للخطوة الاولى او صعوبة الخطوة الاولى دلتا واحد ومفردة التانية دلتا اتنين ودلتا تلاتة ودلتا اربعة احنا قلنا ان انا طالما ان انا عندي خمس بدائل يبقى عندي اربع عتبات او عندي اربع معاملات صعوبة احنا عطناهم اكتر من اسم قلنا انها عبارة عن نقاط التقاطع قلنا انها عبارة عن الصعوبة النسبية للخطوة صعوبة الخطوة وقلنا كمان انها عبارة عن نقطة التحول او نقطة الانتقال اللي بيتحول فيها او بيكون فيها بيزيد احتمال انتقال الفرد من بديل الى بديل كل دي كانت مسميات فاذا انا لو عندي في نموذج التقديم الجزئي عندي ثلاث مفردات بهذا الشكل او ثلاث عبارات فانا بافترض ان عندي بالزبط اتناشر اتناشر معامل لازم اتم تقتل طبعا اتناشر معامل صعوبة اللي يسبب منها صعوبة الخطوة يعني عندي في المفردة الاولى لان خمس بدائل فعندي اربع برامتر لازم ان انا اقدرهم دلتا واحد ودلتا اثنين ودلتا ثلاثة ودلتا اربعة دول خاصين بالمفردة الاولى ثم عندي دلتا خمسة ودلتا ستة ودلتا سبعة ودلتا تمانية برضو اربعة تنين مختلفين تماما ما لهمش اي علاقة بالاربعة الاولى نين ثم عندي كمان اربعة تنين يعني عندي اتناشر مجهول او اتناشر برامتر بيتم تقديره مرة تانية ده في نموذج التقدير الجزء نموذج التقدير الجزء بيقول ايه بيقول ان احنا لو عندنا خمس بدائل عندنا أربع خطوات كل خطوة لها معامل صعوبة هذا المعامل الصعوبة ليس أكبر ولا أقل ولا يساوي ولا يقدر أستنتج ده من الخطوة الأولى من الخطوة الثانية ولا يقدر عارف أي حاجة وذلك بقولي لونتوse عندي كان مجهول 12 وأنا تعميت أنت أدوهم أرقام مختلفة عشان دلتة واحد لو معامل صعوبة الخطوة الأولى في المفردة الأولى ما ليش علاقة بديلتة خامسة اللي هي معامل صعوبة الخطوة الأولى في المفردة الثانية وليس له علاقة بمعامل صحوبة الخطوة الأولى في المفردة التالتة فلاش أي علاقات ما بينهم الحاجات منفصلة تماما عن بعضها فإذا أنا عندي في نموذج التقدير الجزئي 12 مجهول 4 في 3 مفردات طبعا لو أنا عندي 10 عبارات أو 10 مفردات في نفس البداء اللهم الخمسة يبقى عندي 4 في 10 باربعين مجهول ده اللي بيقوله نموذج التقدير الجزئي يجي بعد كده بقى نموذج مقياس التقدير نموذج مقياس التقدير طبعا أنا حربطه برضو من نموذج التقدير الجزئي نقوله أنه حالة خاصة أفكر حضراتكم بالمعادلة دي المعادلة اللي احنا كنا بنستخدمها عشان نحسب نموذج تقدير الجزئي وقلنا أن سيتا ده القدرة ودلتا i وجي دولة دلتا i وجي دولة بيمثلهم معامل صعوبة المفردة أو الخطوة g في المفردة i ده معامل صعوبة الخطوة g خطوة g للمفردة i لو دلتا i وجي يعني دلتا i وجي دولت للمفردة الأولى لو قلنا دلتا واحد جي دلتا واحد واحد يبقى معناها دي الخطوة معامل صعوبة الخطوة الأولى في المفردة الأولى طب دلتا واحد اتنين يبقى ده معامل صعوبة الخطوة الثانية في المفردة الأولى تمام تمام نموذج مقاس التقدير يقوم بعمل إيه؟ نموذج مقاس التقدير يقول إيه؟ تعال ناخد دلتا اي و جي أو دلتا اي و اتش الدلتا دي اللي أنت قلت أنها بتاعت نموذج تقدير الجزئي سنقسمها لجزئين سنقسمها لمكونين المكون اللي أولا إني سنسميه دلتا اي يعني ده دلتا اي طالما قلت اي فأنا بكلم عن المفردة يبقى هنسميه دلتا اي و في نفس الوقت دلتا او تاو اتش العلامة دي بسموها تاو تاو اتش يعني هقسم دلتا اي و اتش دولت إلى مكونين اسمه دلتا اي و تاو اتش دلتا اي ده اللي هو الأولانية ده بنسميه معامل صعوبة المفردة المفردة إن مش ما جبت سترة خطوات ها معامل صعوبة المفردة طيب وتاو ده بنعتبر ده الإزاحة او مدى ابتعاد الخطوة عن هذا المتوسط يبقى المفردة بسرعة عامة المفردة بسرعة عامة لها متوسط وكل عتبة او كل خطوة من خطوات او كل بجين من البدائل بيبتعد قد اي عن هذا المتوسط او بيعمل له إزاحة قدية عن هذا المتوسط على قدر هذه الإزاحة حنبقى عندنا تاو اتش يعني لو حبنا نقسم الكلام ده ندي مثال نقول والله لو عندي انا احنا اقول الى دلتة واحد واحد احنا قلنا دلتة واحد واحد معناه ايه معامل صعوبة الخطوة الأولى في المفردة الأولى ده بيساوي ايه؟ بيساوي معامل صعوبة المفردة ككل مفردة الأولى اهي؟. زائد الإزاحة او ابتعاد الخطوة الأولى عن هذا المتوسط العام خلي بالكم العلامة الزائد دي وحنشوف رسومات وحنشوف أمثلة وحنشوف الكلام ده بالتفصيل طب مثال آخر لو أنا جيت قلت إيه دلتا واحد واثنين دي معناه إيه ده معامل صعوبة الخطوة الأولى الخطوة الثانية في المفردة الأولى فده برضو حيتقسم يبقى دلتا واحد معامل صعوبة المفردة الأولى زائد تا واثنين تا واثنين ده بيمثل إيه إن اعتبره ده الإزاحة أو خد بالك بقى من الكلمة اللي جاية أو الصعوبة النسبية للخطوة صعوبة النسبية للخطوة نسبة إلى مين للمتوسط بتاحها نسبة إلى المتوسط بتاحها يبقى إذن نموذج التقدير الجزء بيقول إيه بياخد فكرته الأساسية الحاجة البسيطة اللي بيعملها أو الإضافة البسيطة اللي بيعملها إنه بياخد دلتا آي و جي لما عامل صعوبة الخطوة وبيقسمهم إلى جزئين جزء بيعبر عن مستوى صعوبة المفردة بصورة عامة زائد جزء تاني بيعبر عن الازاحة او ابتعاد متى بتبتعد او بيتبتعد الخطوة دي عن متوسطها العام طيب يعني احنا خدنا كلمتين دولت وروحنا بهم عوضنا بهم في المفردة عوضنا فيهم في القانون اللي قدامنا ده وقبل ما نعمل الكلام ده حنرجع تاني وندي توضيح تاني مهم جدا عشان شوف النموذج مقياس التقدير عمل لنا ايه نموذج مقياس التقدير انا عندي انا هو شايفين ده نموذج مقياس التقدير للخطوة. صعوبة نسبية للخطوة. كل خطوة لا سوى. نسبة الى ايه? الى المتوسط العام. خد بالك هذا الكلام البسيط جدا. خلنا نعمل حاجة مهمة جدا. فكنين لما عدينا وقلنا عندنا كم مجهول لو عندي تلات مفردات. لقينا عندنا اتناشر مجهول تتناشر برامتر لازم احسبهم. اتناشر برامتر لازم احسبهم. لكن لو جينا حسبنا احنا عندي كم مجهول دلوقتي في نموذج من قياس التقدير. هيلاقي في المفردة الاولانية ده مجهول. وفي المفردة الثانية دلتة اثنين. ومفردة الثانية تلاتة. يعني عندي ثلاث قيم مجهولة ايوه. وعندنا دلتة واحد وتلت ثلاثة وتلت سابتة للمفردات هنا دلتة واحد. هنا دلتة ثلاثة زائد اربع ازاحات تطعائكة لجميع المفردات. اربع ازاحات وثلاثة بقوا سبعة بينما عندي الناحية الثانية كانوا اتناشر فرق كبير جدا ما بين اتناشر مجهول اتناشر برامتر وما بين كام وما بين سبعة طب لو كان عندي عشر عبارات كان وفقا لنموذج التقدير الجزئي كان يبقى عندي اربعين مجهول لكن وفقا لده هيبقى عندي عشر مفرع عشر مجاهيل اللي هي دلتة واحد ودلتة اثنين ودلتة ثلاثة زائد اربع مقادير سبتة اللي هي مقدار الازاحات يبقى عندي اربع عشر فرق كبير جدا ما بين اربعين مجهول وما بين اربع عشر الفرق ده في ايه في حجم العينة في حجم العينة هيخلي عندي محتاج حجم عينة اقل بكثير في نموذج مقياس التقدير مقارنة بنموذج التقدير الجزئي احنا عايزين برضو نوضح الكلام ده هوت نوضح الكلام ده هوت ادي مقارنة مقارنة المقارنة دي بتقول لي ايه ادي نموذج مقياس التقدير المموذج التقدير الجزئي دلتة واحد دلتة اثنين دلتة اربعة تلاتة دلتة اربعة طيب في نموذج مقياس التقدير شوفوا بقى بقيت عاملة ازاي دلتة واحد بقيت دلتة واحد وتاو واحد دلتة واحد وتاو اثنين دلتة واحد وتاو اثنين اللي ملاحظينوا حضراتكم ان انا ما قلتش انا ما قلتش في نموذج مقياس التقدير ان معامل صعوبة الخطوة الاولانية في السؤال الاولين سواء صعوبة المعامل صعوبة الخطوة الاولانية في المفردة التانية لأ أنا ما قلتش بدليل حضراتكم مشوفوا دلتا 1 و101 ودلتا 2 و102 أصدين دول مش متساويين لأن في حاجة اسمية دلتا 1 ودلتا 2 وبرضو ما بيسويش المعامل صعوبة الخطوة عنية في المفردة التالتة ليه لأن عندي دلتا 1 دلتا 2 دلتا 3 غالبينقول ايه احنا في النموسيق ده بنقول ايه ولا بنقول ولا بنقول ان المعاملات الصعوبة للخطوات متساوية لأ مش متساوية برضو ولا الإزاحات متساوية ما قلتش الكلام ده. ما لبقول ايه? بقول ان الصعوبة النسبية الصعوبة النسبية لكل خطوة للصعوبة النسبية لكل خطوة تمام? لا تختلف من مفردة الى مفردة. تفرق مش الصعوبة ما قلتش معاملات صعوبة المفردات متساوي. ما قلتش كده. انا بقول ايه? ان الصعوبة النسبية وحطيلي كزا خطعت كلمة النسبية. النسبية يعني ايه? يعني الصعوبة النسبية للخطوة الاولى بالنسبة للخطوة التانية في المفردة الاولى تساوي الصعوبة النسبية للخطوة الاولى بالنسبة للخطوة التانية في المفردة التانية تساوي الصعوبة النسبية للخطوة الاولى في بالنسبة للخطوة التانية في المفردة التالتة بدليل الصعوبة النسبية تجيب ازاي اطرح ده من ده دلتا واحد 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 يفضل لك دلتا واحد نقص دلتا واحد طب هنا اطرح ده من ده دلتا اتنين زي التا واحد من دلتا اتنين وتا واحد دلتا اتنين هتروح يبقى اذا ده اسمه ايه النموذج بيفترض النموذج مقياس التقدير بيفترض ان الصعوبة النسبية للخطوة الصعوبة النسبية للخطوة يعني انا كنت في الخطوة الاولانية مثلا محتاج اربعة من عشرة في الخطوة التانية انا محتاج كام ستة من عشرة يبقى فرق اقد ايه الفرق اقد ايه اربعة من عشرة وستة عشرة فرق اتنين هنا مثلا ممكن يكون الخطوة الاولانية تسعة من عشرة والتانية واحد وواحد من عشرة الفرق بينهم هو نفس الفرق الاثنين من عشرة طيب التاني ممكن يكون واحد وسبعة من عشرة واللي بعدمين لنا في الخطوة التانية محتاجين واحد وتسعة من عشرة الفرق اثنين وليس صعوبة الخطوة الصعوبة النسبية من قياس التقديم بيفترض كده ان الصعوبة النسبية للخطوة لا تختلف يعني صعوبة النسبية للخطوة الاولى عشان الواحد ينتقل الصعوبة النسبية للخطوة التانية يحتاج قدية يزيد 2 من 10 او يقل 2 من 10 انا ما اعرفش انا ما بفتردش دايما طبعا لو استخدم القياس ريكارد اكيد حبا فيه تدريج لكن انا ما بفتردش كده انا بقول والله الصعوبة النسبية الصعوبة النسبية شوف لكن ما قلت الصعوبة الخطوة حفظة اكد على الحتة ديت ما قلت الصعوبة الخطوة لان المفردة الاولانية دلتة واحد زائت تا واحد لكن دي دلتة 2 زائت تا واحد دول مش قد ما قلت الصعوبة النسبية انا حشان انتقل من الخطوة دي للخطوة دي محتاج ازيد قد ايه نفس الزيادة هنا نفس الزيادة هنا طب الخطوة الثانية الزيادة الفرق الزيادة الزيادة طبعا لو انا عنجي لو انا لكن انا ما قلتش ايه ان الزيادة 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 ديت الزيادة دي اللي من هنا هي نفساته قابلة ما قلت الصعوبة الخطوة دي زي صعوبة الخطوة دي يبقى كقيمة مختلفة لكن كان كفرق هو ده ايه السابت عبر مفردة اتنين وثلاثة برضو من مفردة لمفردة من مفردة مفردة انا ما قلتش برضو ان الفرق بين الخطوة الاولى والتانية يساوي الفرق بين التانية والتالتة انا ما قلتش كده في نفس المفردة لأ انا قلت نزاحة من البديل الاول للبديل التاني في المفردة الاولى يساوي الازاحة من البديل الاول للبديل التاني في نفس المفردة التانية بس لكن ما قلتش ان الازاحة من المفردة الاولى للتانية يساوي التانية للتالتة يساوي انا ما قلتش كده ولا قلت ان الازاحة في المستوى الصعوبة المفردة الاولى خطوة الاولى يساوي مستوى الصعوبة في الخطوة التانية ما قلتش كده كلام ده مش صحيح اللي انا بقوله ايه ان الصعوبة النسبية للانتقال من خطوة الخطوة لا يختلف من مفردة الى مفردة هقول ايه تاني الصعوبة النسبية للانتقال من خطوة لخطوة لا يختلف من مفوردة يعني الواحد عشان ينتقل من البديل الأول للبديل التاني خمسة من عشرة مثلا يعني بديل التاني لcher nutritious ممكن يكون تسعة من عشر ما قلتش انهما واحد لكن بقول ايه الواحد عشان ينتقل من هنا لهنه الفرق الفرق تنين من عشرة هو نفس الفرق اللي هنا خليبัلكم من الكلام ده هوت لما نموذج التقدير الجزئي بيقول لا مفيش حاجة اسماية كده ما اقدر ش اقول ان الفرق بين دلتا واحد و دلتا اتنين يساول الفرق بين خمسة و سته لا ما يقدرش كده الفرق بين دلتا واحد و دلتا اتنين 0.cin2 ولا SIM2 voted 5 و 6 ولا شي علاقهerkake09 ده نموذج التقدير جزئي نموذج من قد students التقدير، يقول م Everyone makes election الفروق الفروق ثابتة علشان كده خذوا بالكما الجملة اللي جاية عشان كده نموذج مقياس التقدير والزيال gveri 10 مفردات و يجب لي 10 معاملات صعوبة زائد أربع عتبات أو أربع خطوات معاملات صعوبة نسبية سابتة لجميع المفردات لكن ده ما في وش الكلام ده كل واحدنا مستقل عن التاني خالص أنا ولو قلت أن فرق بين دلتا 2 و دلتا 1 بيسوي الفرق بين دلتا 6 و دلتا 5 لا لا ده مقياس نموذج التقدير الجزئي ما بيقولش الكلام ده اللي بيقول الكلام ده مقياس التقدير نماذج مقياس التقدير بتقول أن الفروق بين الخطوات الفروق بين الخطوات الفروق في مستوى صعوبة الخطوات هو ده يعني الفيديو كله في الكلمتين دولا الفروق في مستوى صعوبة الخطوات لا يختلف من مفردة إلى مفردة من مفردة إلى مفردة مش داخل المفردة الوحدة لا داخل مموتش الكلام ده بقول لي برضو الفروق في مستوى صعوبة الخطوات لا يختلف من مفردة إلى مفردة بدليل أن أنا حقامل أن هذه الفروق سابتة هنعمل حاجة اسمها معاملات صعوبة نسبية للخطوة مقدار ثابت لجميع يبقى لكل مفردة عندي معامل صعوبة عام للمفردة وعندي أربع مستويات صعوبة نسبية الأربع مستويات صعوبة نسبية دول ثابتين لجميع المفردة ده كلام ده فين في نموذك من قياس التقدير تعالوا نوضح بس برضو بطريقة أخرى لحيطة الكلام اللي أنا قلته ده ده هنا مثلا عندي مفردة مستوى صعوبتها العام سالب 5 من 10 لحظوا الخط اللي باللون البني ده طبعا هنا هو بعد السفر طبعا هنا إيه بس ده قاسب ده بالخمسة بالموجب طبعا لأنه يمين السفر فهو موجب ده 5 من 10 وعندي في نفس الوقت أربع عتبات أو هنا عندي كام واحد اتنين تلاتة أربع عندي أربع بدائل يعني عندي تلات عتبات فقط اللي هو باللون الأصفر واللون الأسود واللون الأزرع لحظوا هنا لحظوا هنا ابتعاد اللون الأسود الخط الأسود عن الخط اللي هو بيمثل مستوى صعوبة العام اللي هو الخط المنقض ده باللون الايه باللون اللي هو البني ولحظوا المسافة اللي بتفصل اللون الأزرع عن برضو الخط المنقض ده ولحظوا المسافة اللي بتفصل ما بين النقاط دي كلها لحظوا المسافات دي أنا الآن سأعمل مفردة تانية بس معاملة الصعوبة فيها سالب 5 من 10 سالب 5 من 10 تمام يعني مستوى صعوبة سالب 5 من 10 بصينا رحنا هنا رحنا شمال السفر بحنا سالب 5 من 10 لكن المسافات هي نفسها نفس المسافات نفس المسافات ده فكرة نموذج مقياس التقدير إنه بيفترض أن الفروق الإزاحات بيسميها إزاحات إزاحات عن إيه عن متوسط العمل المفردة طبعا لما يبقى متوسط العمل المفردة بالسالب معناها إن هنا الناس بتميل إلى إنها تاخد القيم يعني كأنه متوسط العمل المفردة هنا حيبقى مرتفع لأن هنا الدفكالة تتاعتها دي معاملة صعوبة ده منخفضة أو معاملة صعوبة المفردة حاجة منخفضة فإن درجات تميل لحية الارتفاع بينما طبعا المعاملة الصعوبة لو كان بالموجب معناها الدرجات تميل لحية الانخفاض الناس بتتميل لحية الانخفاض للمفردة صعبة طمام يبقى اذا اللي بيقوله نموذج مقياس التقدير هو ايه ان فيه متوسط عامل المفردة وفيه ان بقية المفردات او بقية الازاحات اللي بتحصل او الاعتبات كلهم بيبتعدوا بمسافات متساوية طيب لو حبينا نحطوهم الاتنين في رسمة واحدة ادي في رسمة واحدة او رسمة واحدة شوفوا ده واحد سالب واحد وخمسة من عشرة نرجع بس هناوات لو سمحتوا سالب واحد وخمسة من عشرة وده موجب واحد وخمسة من عشرة شايفين هنا دي كأنها على يمينها خالص دي مفردة صعبة ودي مفردة سهلة جدا ومع ذلك المسافات التي تفصل بين المفردات العتبات وهذه المتوسط العامل المفردة واحد شوف المسافة بين الخط الاسود وخط المناقط وبين الخط المناقط والخط الازرق نفس المسافات هي هي يبقى احنا بنتكلم في نموذج مقياس التقدير بده فكرة نموذج مقياس التقدير يبقى احنا لو حبينا ان احنا نحط الكلام ده في شكل معادلة نموذج مقياس التقدير كل اللي احنا اخدناه اخدنا نموذج التقدير الجزئي وشلنا يا دوبك الدلتا اي و جي حطينا بدلها الكلام ده يبقى الفكرة الاساسية زي ما انتم شايفين ان احنا يا دوبك بس جلنا دلتا اي و جي وقسمناها الحاجتين دلتا اي زائد تاو جي بس هذي التقسيمة بتعني اشياء كتيرة جدا بتعني ان انا عندي لكل مفردة معامل صعوبة واحد ثم عندي مجموعة من الازاحات عن هذا المتوسط سابتة لجميع المفردات برضو يازي التعديل البسيط ده بيقول ان دلتا اي و جي يا دوبك شلناها بالدلتا اي لوحزها زائد تا و جي لوحزها معناها ان انا عندي لكل مفردة معامل صعوبة واحد مش عندي بقى اربع بدائلي بقى اربع عتبات وكل لأ طبعا هنا الموضوع اصبح عندي تلتا اي في معامل صعوبة عامل المفردة ثم عندي عدد من الازاحات سابتة عبر جميع المفردات سابتة عبر جميع المفردات او جميع العبارات هذه إذا حية عددها هو نفس الكلام إذا عندنا خمس بدألي بهم عددهم أربعة عندنا ثلاث بدألي بهم اتنين عندنا أربع بدألي بهم تلاتة عدد البدأ المقص واحد برضه عشان أوضح لحضراتكم مرة تانية نعمل برضه نموذج مقاس التقدير ممكن أننا زي ما أنتم شايفين نموذج مقاس التقدير بيقول لي والله دلتا اي و جي يا دوبك ده اللي احنا عملنا فيها طب لو حطينا تحت منه التاني بقى نموذج التقدير الجزئي نموذج التقدير الجزئي تحت منه يبقى كل اللي عملنا إيه أخذنا دلتا اي و جي حوضنا دلتا اي ده تاو جي وتاو جي ده بيعبر عن إيه قلنا الإزاحات التي تحدث من خطوة إلى خطوة هذه الإزاحات قد تكون بالسالب وقد تكون بالموجب أكيد لأن متوسط العمل المفاوضة بيبقى في النص حاول منه من جهة اليمين أو من جهة اليسار بعض الإزاحات قد تكون لليمين وقد تكون لشمال وذلك تاو جي ديت بتبقى بالموجب وبالسالب حاجة مهمة جدا حنقولها عن تاو جي ده ده إحنا ده بالزبط يا جماعة ده بالزبط زي ما كنا بنعمل كده في الانحراف المعياري كنا مجيب المتوسط ونترح كل درجة من المتوسط تمام فنفس الأمر هنا كأن تاو دلتا اي ده المتوسط وبشوف الإزاحات هي عبارة عن انحراف الدرجة عن المتوسط حتى تفتكروا أن انحراف الدرجة عن المتوسط كان دائما بيطلع بالسفر وذلك تاو مجموعة احنا قلنا تاو جي ديت أو كانوا خمس بدائل بهم أربعة دايما بيقولت في جزء منهم موجب وجزء منهم سالب لأن في حاجات على يمين المتوسط العام وحاجات على شماله ومجموحها ده ما اللي بيطلع بسفر برضو دي كأن بيفكركم بحاجة مهمة طيب يبقى نرجع تاني نموذج من قياس التقدير هذه معادلته في بعض الناس بتسيب المعادلة دي وبعض الناس بتحاول تبسط المعادلة خلي بالك أنا بجمع من فوق على بجمع على الأساس الجي طب ما دلتا ما فيهاش جي ولا السيتا دي فيها جي ممكن اطلعها خارج موضوع الجامع يعني كلهم دلتا و دلتا دول كأنهم مقدار ثابت مقدار ثابت لما بجمعهم عبر الجي لأنا مفهمش جي ولا الدلتا فيها جي خلاص ما احنا خلصنا من الجي اللي فيها جي دي اللي بتعبر عن إيه جماعة بتعبر عن الفئة عدد الفئات نقص واحد عدد الفئات نقص واحد طبعا خلاص اللي هي بتعبر عن الإزاحات فإذا اللي بتجمع بس الدلتا جي تاو جي دي عشان فيها جي دي ما فيهاش طب لما بجمع مقدار ثابت يطلع ايه لو بجمعه من جي من سفر لغاية تي يبقى ايزا المقدار الثابت لو انت بتجمع سبعة خمس مرات يبقى السبعة في خمسة لو بتجمعها عشر ما سبعة في عشرة وهي كذا فايزا انا ممكن ابسط الكلام ده هوت عشان بس ايه لان فيه صور معد الكتب بتحطه بصور مختلفة انا كده الجمع يبقى انا كده خلصت خلصت السيتا والدلتا خلصتهم من حكاية الجمع ده وعشان كده اضربتهم في تي مقدار ثابت لما الجمع تي مره يبقى كأنه مضروب في تي تمام طيب يتفضل ايه يبقى الجمع بيكتصر على تاو جي بس هنا الجمع بيكتصر على تاو جي ده فقط الجمع خلاص نشلنا من هنا شلنا من هذا الجزء عشان خاطر ان خايفين ان بعض الناس يخافوا ان حضرتك برضو تغلط وتفتكر ان الجمع كده قالوا خلاص نعن شيل الجم ما ينس تاو جي نجمعه ده تعاني اديله رمز عاو تقول له رمز اسمه صاي او قالك صاي ممكن انا لو بجمع الغاية تي نسميها صاي تي مع ملاحظة ان انا لو بجمع من جي بتسوي صفر لصفر يطلع بصفر وان انا لو بجمع من جي بتسوي صفر لغاية الام يعني بجمع جميع الفئات لازم مجموع تاو جي ده بييسوي صفر مجموع الازاحات دايما بيسوي صفر ده منطقة جدا حتى لو كنا نتكلم على الحراف المعياري يبقى إذن ده قيمة التوجيه. طيب الصي دي يبقى أنا زي ممكن أشيل بقى الصم من هنا وحط بداية صي تي وممكن أشيلها من تحت وحط صي ار عشان خاطر حدك ما تفتكرش إن إحنا بنجمع إحنا ما بنجمعش ولا حاجة إحنا خلاص شلنا علامة الجامعة تمام طيب بعد ما قلنا الكلام ده هو ممكن نعمل مقارنة أو ممكن نعمل مقارنة نموذج التقدير الجزئي بيفترض معامل التنميز مقدار سابت صح لا يتطلب أن يكون عدد البداء السابت من لا طبعا لأنه ما بيضاش هرطة على البدائل لا يتطلب أن يكون الصعوبة النسبية بين الخطوات السابتة ما بيش حاجة كده حاجة معينة كبير نحصل على عدد من البرامترز اللي إحنا بنعملها يساوي عدد المفردات مضروب في عدد البدائل ناص واحد وإحنا قلنا الكلام ده لو أنا عندي ثلاث عبارات وعندي خمس بدائل يبقى ثلاثة فاربعة عدد البدائل ناص واحد طب لو شفنا نموذج مقياس التقدير نموذج مقياس التقدير برضو بيفترض معامل التنميز سابت لأن هما الاثنين تابع راش تابع راش موضل لكنه يتطلب ويشترط أن يكون عدد البدائل ثابت ما ينفعش عدد البدائل يتغير بيفترض أن الصعوبة النسبية بين الخطوات ثابتة طبعا ده إحنا قلنا حكاية إليه التاول اللي إحنا قلنا عليها أي إن الزاحات المتنظرة ثابتة عبر المفردات صحيح الإزاحات متساوية يتطلب حاجة معينة صغية لأن عدد البدائل قليل ممكن يكون غاية 250 نحصل على العدد من البرامترات بيساوي عدد المفردات زائد وليس مض مضروب زائد عدد البدائل مقص واحد عدد البدائل مقص واحد مش مضروب عدد طبعا لما تجمع غير تضرب الضرب بيتكبر العدد أول لكن تجمع العملية تبقى أسهل يبقى دولا النموذجين بتوعنا طيب لو إحنا شوفنا وده نموذج التقدير الجزئي العام نموذج التقدير الجزئي العام ده بيبقى فيه دلتا بيبقى فيه ألفا ألفا دي معامل التمييز يبقى إمتى بيبقى عام جنراليزة برش الموضل لو كلنا اعتبرنا إن معامل التميز مش مقد مقدار سابت يبقى إحنا خرجنا من الراش كده كذلك لو إحنا بنتكلم على مقياس التقدير العام برضو أنا أو عندي ألفا ألفا ده مش مقدار سابت فبردو هنا بحطها هنا بدخلها في المعادلة يبقى جنراليزة برشا كريدت موضل أو جنراليزة ريتنج سكيل موضل اللي اتنين دولاد بيفترضوا إن معامل التمييز مش مقدار إيه مش مقدار مش مقدار سابت خلاص تمييزا لهم على لو شرنا كلمة العام يبقى إذا رجعنا الراش موضل تاني فخلي بالكم معامل التمييز لو مش مقدار سابت إيبقى إحنا في نموذج بقياس التقدير العام لو معامل التمييز في منوذج التقدير الجزئي مش مقدار سابت دخلناه ألفا أيي جبعم لقول ألفا أي ما أي معناها المفردة فهو معامل التمييز وكل مفردة لها معامل التمييز ففي هذه الحالة إحنا من موجود للتقدير الجزئي العام أو جنراليزة برشا كريدت موضل طبعا كده إحنا نكون جاهزين إن إحنا نروح إلى فكرة البرسكال خلينا بردو نرخص مرة تانية نموذج مقياس التقدير بيفترض ان كل مفردة لها معامل صعوبة وعدد من الازاحات بيسوي عدد البدائل الا ان هذه الازاحات مقدرها ثابت لجميع المفردات هذا لا يفترضه نموذج التقدير الجزئي نموذج التقدير الجزئي بيفترض ان الكل مفردة اربع معاملات صعوبة نسبية او اربع معاملات صعوبة خطوات تمام فبالتالي بيبعا عنده معاملات برامتر اكتر تمام؟ مقياس التقدير العام نموذك مقياس التقدير العام بيضيف عليه بس أن معامل التمييز بيبقاش مقدار ثابت كذلك نموذك التقدير الجزئي العام بيضيف إليه أن معامل التمييز لا يكون مقدار ثابت يبقى الفرق من نموذك التقدير الجزئي ونموذك مقياس التقدير نموذك التقدير الجزئي بيقول أن معاملات الصعوبة لكل مفردة أربع أو عدد من معاملات الصعوبة يساوي عدد البداء النقص واحد وهذه المعاملات الصعوبة لا ليس لا يعني بتختلف من مفردة إلى مفردة بينما نموذج التقدير الجزئي بيقول لا لكل معامل من كل مفردة معامل صعوبة واحد زائد عدد من الإزاحات يساوي عدد البدائل من أس واحد بس هذه الإزاحات هي ثابتة لجميع المفردات تمام فإحنا كده جاهزين إن إحنا نشوف الكلام ده في البرسكال لكن ده طبعا حنخليه لفيديو منفصل أركبون الفيديو عجبكم ولازم هذا الفيديو ده يتشاف أكتر من مرة مش ممكن نخش على بتنامج البرسكال غير لما نشوف الفيديو ده أكتر من مرة فأرجو نشوف الفيديو ده أكتر من مرة لغاية لما نفهم ولو فيه تعليقات أو فيه شيء مش واضح أستنى تعليقاتكم عشان نحن نوضحها برضو مرة تانية أبدأ من نموذج أن ننفذ الكلام ده ببرسكال مرة تانية أتمنى لكم السعادة والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته